ورجعنا نحضر لكم مرة تانية ونبتدي معاكم فقرة الصحافة ويومنا النهارة 9-2-2014 ونهارنا في الكاتب الصحفي أحمد سامين متولي الصحفي بجريدة الأهرام عشان يعلق معانا على الأخبار النهارة صباح الخير يا فندي صباح الخير نهارك سعيد خليني نبدأ على طول وناخد الأخبار نستعرضها يعني الشروق الصفحة الأولى حمدين صباح يفاجئ الجميع ويعلن ترشحه للرئاسة من الشروق الصفحة الثالثة مصر قوية تاجه للدفع بأبو الفتوح لسباق الرئاسة الأهرام الصفحة الأولى قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع الوطن الصفحة الأولى شباب الثورة يقاطعون لقاء منصور ويتهمون المسلمين بدعوة أصدقائه المصر يوم من صفحة الأولى مصرع 16 معتمرا بينهم أربع مصريين في حريق فندق بالمدينة المنورة الشروق الصفحة الثالثة أنصار المعزول يتوعدون بيوم مشهود في ذكرى إسخاط المخلوع الوطن من صفحاته الثانية مصر ترفض بيان البرلمان الأوروبي ومئة برلماني سابق يوقعون رسالة احتجاج الأخبار من صفحاته الرابعة مصر تنجح في وقف استخدام أثيوبيا المنح والمساعدات لبناء صد النهضة المصر يوم صفحة الأولى اتمام صفحة السلاح الروسي خلال أيام وأخيرا من مصر يوم صفحة الثالثة الأسماك النافقة تلوث النيل وتحذيرات من كارثة صحية وضح أخبارنا نهاردة مطلحقة وخبار دسمة زي ما بيقولوا وكلها مبارح بالليل يعني معظمها مبارح من بعد الساعة يمكن سبعة أو تمانية بالليل صحيح نبتع على طول يمكن الخبر المتصدر للمشهد السياسي دلوقتي هو حمدين صباحي وفاجأ الجميع ويعلم ترشحه لخوت سباق الرئيسة تمام هو أعلن كده مبارح بالأمس في مؤتمر صحفي وطبعا دي حاجة هتسري العملية الانتخابية بشكل كبير كنا متوقعين دائما يبقى فيه منافسة فيها طبعا مرشح المحتمل المشهد السيسي لازم يبقى قدامه منافسين أقوياء بدون كده الانتخابات هتبقى مسابت هتممكن يبقى فيه لفوز بالتسكية أو كده سيد حمدين صباحي هو من أول الناس اللي يعلن عن نيته للترشح لحد الوقت المشهد السيسي ما أعلنش ما أعلنش بس طبعا هو ضمنيا لما يطلب من المجلس العسكري ياخد رأيه في الترشح ده ضمنيا بداية إجراءات للترشح ما أعلنش رسميا هو طبعا برضو حمدين صباحي أعلن نيته أعلن عزمه على الخوض الانتخابات لكن هي أعلن كده في مؤتمر صحفي عالمي لحق خلال الأسبوع دوت إنه أعلن مش رسم أعلن مبدأي بالنسبة للأستاذ حمدين الصباحي طبعا هو هيبقى فيه منافسة شارسة ما بين طيارات مختلفة في الموضوع دوت وما بين صورتين شايفين هات ممكن يبقى بسرعة ما بين صورتين ما بين صورة يناير وما بين صورة يونيو هو حالك شايفين صورة يناير مختلفة عن صورة يونيو ولا هم استكمالا صورة أحيح أنا شايفين برضو فيه اختلاف يعني اللي نزلوا في يناير مش هم اللي نزلوا في يونيو مش كلهم يعني فهيبقى فيه برضو صراع ما بين الحكم المدني والحكم الزخلفية عسكرية يعني فيه منافسة هتبقى مفتوحة ومنافسة مش هتبقى سهلة ودي حاجة جميلة جدا الواحد يتوقع أن الانتخابات هيبقى فيها جدل وهيبقى فيها انتخابات حقيقية عشان برضو قدام العالم ما يبانش إن احنا خلاص المناشر اللي احنا الناس رديت عاليف في 30 ستة وما بعد 30 ستة هو نازل هيكسب الانتخابات مباشرة سأنا يمكن بس مختلف مع حضرتك لأن موضوع الفرق ما بين 30 يونيو ما بين 25 يناير بيخلق فرق من دلوقتي فاحنا مش عايزين الفرق ده لأن في الآخر دي مصر وفي الآخر احنا عايزين بنحلم بدولة مدنية فخلنا نتفق بس عشان يعني وردي الخلاف موجود فمش عايزين يزوده خلنا نروح أن متهلم للشروق مرتبط بالخبر الأولاني ومصر القوية التاجه للدفع باب الفتوح لسباق الرئاسة ده النهاردة في اجتماع زهر اليوم ده هيحدد فيه ومجتمعه قبل كده وقالوا إن احنا لسه يعني ما أخروش الترشح لكن الاتجاه الغالب جوه قيادات الحزب عادة يمكن نسبة 40 في 100 وفقين والباقي لسه مش ما اتفقوش بشكل نهائي لكن النهاردة هيبان بقى في التصويت هاخدوا النتيجة بالتصويت النهاردة طبعا ده برضو هيسري العملية الانتخابية لكن أنا أتوقع يعني إن ممكن يبقى فيه تراجع شوية من الحزب إن فيه طيار قوي جوه الحزب بيقول إن مش عايزين نرشح ما رشح خصوصا إن دكتور أبو الفتوح ليه خلفية طيار إسلام سياسي فمش عايزين شايفين الشعبية المشير السيسي شعبية طاغية فمش عايزين يجسفوا بالموضوع ده فده برضو هيباني النهاردة الظهر لكن أنا لسه أظن برضو إن طارئ الإسلام السياسي مش هيقدم مرشح خلال الانتخابات اللي جاية دي ساعات القليلة هتحسم الموضوع ده خلينا نروح للأهرام ومتالي خبر مرتبط بالانتخابات الرئاسية المفروض على الأبواب قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع ده أعلن كده المستشار علي عوض مستشار دستوري لرئيس الجمهورية وهي طبعا ده ده وقت لازم هيعلن بعد يوم 17 فبراير بعد ما عدت 30 يوم بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور كان فيه تفتح باب حوالي أسبوع تغلق النهاردة القوى السياسية والأحزاب تقول رأيها على القانون هو كحور مجتمعي سريع طبعا الوقت لا يوجد دايق جدا القوى السياسية معظمها متفقة على أن نلغي الجديد في القانون أن يبقى فيه طعن على القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية يعني بعد ما تيجا تطلع يبقى فيه طعن عليها القنطاع الحالي اللي موجود حالي ما فيه طعن اللي هو زي ما شفنا في انتخابات شفيق ومورسي ما كانش فيه طعن عليها ولا يجوز الطعن عليها يمكن تفكر في الطعن بعدها على أساس يقولك إيه لا ما جايز يكون فيه أصوات بطلة أو كده أنا رؤيتي أن أنا شايف أن هي اللجنة دي بيعتبروها أن هي بمثابة لجنة إدارية فلازم ما تحصنش قراراتها ضد القضاء بس هي لجنة تشكلها مش لجنة إدارية أخر دي من أساطين قضاة مصر أنا رأيي أن هي مش القضاء الإداري اللي بيت في دوت أنا زلت عند رأيي أن اللجنة دي يدوها فرصة شوية مش لازم تعال نتيجة خلال ثلاثة يام ممكن يخلها أسبوع يشوفوا الطعون كلها واللجنة نفسها هي اللي تحسم الموضوع دوت بعيدا عن البلبلة لأن فيش أعلى من القضاء اللي موجودين في اللجنة دي برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا فده رأيي الشخصي في بعض الحاجات التانية وخصوص الدعاية الانتخابية في ناس عايزة ترفع السقف شوية وده هي 10 مليون في المرحلة الأولى عايزين يوصلها 30 مليون طبعا دي كلها دعاية الانتخابية أنا شايف أن هي أصلا حبرة على ورق حتى التحديد مصر أولى بالفلوس دي كلها يعني ممكن واحد يلتزم بال10 مليون وأنصاره يحط حاجات ب500 مليون يعني الصور ولفتات ب500 مليون بقى محدش يقدر يحكمها بشكل دي يا متهالي والله حسن الملايين دي بتكلموا علي أنها مثلا 10 جنيه يعني مش متخيلة أن متهالي فيه مشروعات نهتم بيها أكتر من الدعاية الانتخابية بالطريقة المفرطة وبالأسماء وبالأرقام اللي هم نسمعها بقيت ما يشوفش الميادين والعواميد كلها متلزقة أو بالصبت هيا نروح للوطن والصفحة الأولى شباب الثورة يقاطعون لقاء منصور ويتهمون المسلمين بدعوة أصدقاؤه مش شباب الثورة طبعا كلهم يمكن الشباب الثورة الأساسين اللعبين الأساسين في صورة 25 يناير هم المقاطعين لأن في بعض الشباب بيتخيل أنه هو اللعب الأساسي موفيش حد معا تاني للأسف اتقدم للقاء دوت حوالي 3000 واحد هم عايزين 20 فمهما كان أي حد يستفعدوه هيقولك أنا اللعب الأساسي وده في لقاءات مستمرة البعض اللي هم قدموا مش عايزين يعودوا مع أحمد المسلماني عايزين يعودوا مع الدكتور مصطفى حجازي شايفين ده مستشار رئيس لشؤون السياسية هنساني هو متحدث أو مستشار إعلامي شايفين الموضوع موضوع سياسي مش إعلامي ففي بعض الخلافات والتهمون أنه يضعو أصدقاء ولكن عشرين عشرين واحد ما أظنش أنه يجيب أصدقاء عشرين واحد يعني وإعادهم معا يعني لا ومتالي كمان عدد عشرين واحد ده تمثيل بسيط جدا بالنسبة لشباب مصر وبالنسبة أن القوة تصويتية في مصر بـ خمسة وستين في المية متالي عدد بسيط جدا يعني هو ده مش أول لقاء هو في لقاءات التعملت الفترة اللي فاتت وشارك فيها برضو رموز شباب صورة يناير هذا مش أول لقاء بس يمكن الناس معترضة أنهم عايزين يعودوا إما مع رئيس الجمهورية أو مستشار للشؤون السياسية أو مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية خلينا بس نقول أنهما شباب مصر مش عايزة برضو أفرق وأقول شباب خمسة وعشرين وشباب تلاتين عايزة أقول أنهما شباب مصر فكرة تمثيل عشرين شباب هيقلي تمثيل قليل جدا وبعد ذلك نجي ندور فين شباب مصر ونجي نقول شباب مصر هو سبب في انفجار الثورة الأولى والسبب في انفجار الثورة الثانية وهم كانوا نقدر نقول شعر الأساسية في إسقاط نظام الإخوان كمان لأنه بحرق التمرد اللي شارك فيها كمان المصريين كلهم فخلينا نقول إن كان ده تمثيل قليل بالنسبة للشباب لازم بيقى فيه إصار مشاب الصورة يخلوا حد يمثلهم يعني كل مجموع وكل اتلاف ده أكيد واحد بس يمثلهم فإن لو عندنا مثلا 50-60 اتلاف فيه ناس قعدت قبل كده مع رئيس الجمهورية وعندنا 50-60 حجبه برضو يعني هو مش موضوع بس اتلافات شبابية وكمان أحزاب سياسية مش هنعمل اجتماع في الاستاذ القاهرة مثلا لا واضح مصر حتى دلوقتي هيفضل الصراع ما بين جيلين يعني نفس كده بالضبط يعني طيب خليني هكمل بحضر لك وكت نظري لاحقا يعني المصري يوم الصفحة الأولى مصر 16 معتمر بينهم أربع مصريين في حريق فندق بالمدينة المنورة ممكن ده خبر خبر حزين جدا نامت مصر عليهم بارح لأسف برسمانا السلطات السعودية نهاردة قارت المصريين في ضحيتين زيادة بأسلو ستة مصريين لقوا حتفهم بالأمس في حريق بأحد الفنادق ناتج المعينة المبدئية قالت أنه ناتج عن ماس كهربائي في بعض الإصلاحات وكده وحصل ماس كهربائي ساعتها فيه تحركات من الجانب المصري من القنصلية وهناك في جدة ومن الصفارة في الرياض لأننا عارفين المدينة ما فيهاش ما فيهاش بعثة دبلوماسية مصرية فكلو تحرك على هناك مسافات بعيدة طبعا جدا فتحوا خط ساخن للناس تتطمن على أهليها اللي هناك سواء يتطمن أو فيه ناس مش عارفين أسامي من اللي توفوا مش عارفين أسامي فتحوا خط ساخن لها كويسة عملتها وزارة السياحة أن الناس تتطمن على أهليها اللي هناك طبعا تعزين لكل الناس اللي توفوا في هذا الحدثة الأليم وخلينا نروح للشروق الصفحة الثالثة أنصار المعزول يتوعدون بيوم مشهود في ذكرى إسقاط المخلوع 11 فبراير اليوم التاريخي المصر الدعاوي يمكن على الفيسبوك وكده الناس رصادتها نقوم دعاوي ساخنة جدا يستهدفوا أي شيء مع هذا الأرواح فأي شيء مع هذا الأرواح يعني منشأة عمها متوقع سخوت ضحايا يعني على طول مش أي حاجة طبعا أنا شايف أنه يمكن آخر ذكر اللي تتذكري معايا يمكن دي آخر حدث موجود قبل الانتخابات ممكن يحصل عندنا أحداث كتيرة اللي هي ممكن يتحصل فيها مظاهرات ويصل فيها احتكاكات وداما لغاية الانتخابات الرياسية أو لغاية 36 ما فيش تواريخ بارزة ممكن يتعامل عليها مليونيات أو جمعات مليونية أو كده فإمكان دي آخر محاولة لجماعة الإخوان المصدرين بس الآن نحن بنشوف جمعات يعني ما فيش جمعة في مصر بتعدي من غير أي مشاحنات بس دائما في الأحداث الكبيرة مثلا 25 يناير بصبت 50 60 70 أو كده بالنسبة للوفاية فطبعا هيحصل فيه متوقع يعني حصل فيه صدام ما بين الأمن وما بين الأهالي وجماعة الإخوان المسلمين نتمنى يعني ما سقطش ضحايا بنتمنى طبعا خلينا نروح الوطن الصفحة التانية مصر ترفض بيان البرلمان الأوروبي وميد برلماني سابق يوقعون رسالة احتجاج البرلمان الأوروبي أخد قرار وطلع بيان بشجبه لقمع المعارضة في مصر والأبد على الصحفين المصريين ومحاكمتهم وكذا فالخارجية انتفضت بالأمس المصرية وقالت أنها ترفض تماما تدخل في شؤون القضاء لأنهم دول محاولين عن طريق النيابة للقضاء وفي محاكمات هاتم ومحاكمات عادلة وإنها نقمع معارضة أو حاجة معتمين المعارضة اللي هم مؤتد إخوان المسلمين وبيتم قمعهم في المحاكمات فده كان رد وضح لمصر أنها ترفض تماما أي تدخل خارجي في شؤون مصر ده هي خاصة أنه ليس تدخل سياسي في شؤون القضاء المصري في حوالي 100 برلمان مصري سابق عمل رسالة احتجاجية للاتحاد للبرلمان الأوروبي في مجلس الشعب السابق معترضين على أي تدخل من البرلمان بس هنا اعتدنا على الحاجات البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يكون بتدخل في شؤون الداخلية هيا نروح الأخبار صفحة الرابعة مصر تنجح في وقف استخدام أثيوبيا المنح والمساعدات لبناء سد النهض متألي ده خبر مهم طبعا ده مربط الفرس في موضوع بناء السد تتجاوز حوالي 5 مليار دولار عشان تبني السد دوت مصر نجحت مع جانب الصيني اللي كان مقدم جانب الإيطالي كمان والجانب الإيطالي كان وزير الرأي هناك برضو شرح لهم أبعاد خطورة دوت تتأثيره على الأمن المائل المصري لكن هي قدرت أنها توقف شوية اتفاق كان تم ما بين الجانب الإيسيوبي والجانب الصيني وتوقع اتفاقية بالحروف الأولى تدعمهم بمليار دولار علشان توليد الكهرباء من السد فمصر دلوقتي بتتحرك مصر طبعا يعني ممكن جاد سهدية كتير في مصر شغال على الملف دوت وكلنا عارفين طبعا مش حاجة بتخفى على حد هذا أمن قومي في الآخر بتتحرك دلوقتي دبلوماسيا بعد ما شبه فشرت ولسه برضو فيه مفاوضات مع الجانب الأسيوبي بس هي شبه المفاوضات فشرت تقريبا مع الجانب الأسيوبي فما قدمناش غير الحلول الدبلوماسية والضغط من الدول دي وإلا البديل البدائل التانية بدائل صعبة جدا طبعا أكيد مصر يوم الصفحة الأولى اتمام صفقة السلاح الروسي خلال أيام دي فيه توقعات طبعا الصفقة دي بحواري 2 مليار دولار دي أول خروج من العباء الأمريكية لتسليح الجيش المصري لها أبعاد سياسية وهيمولها السعودية والإمارات هتشارك في تمولها في الجانب الأكبر منها هتعلن عنها إمتى في مصادر بتقول أن هتعلن عنها يعني هتم في خلال الأسبوع دوت في فترة المشهر السيسي قبل ما يرشح نفسه للرياسة أو ما يخلص الصفقة ديت هيعلن بعدها خلال أسبوع أو عشر تيام ترشح الرياسة فهي طبعا هتبقى فيها هتبقى دعاية طبعا للفريق السيسي أن الناس كلها منتظرة تنويع مصادر السلاح المصري وعدم هيمانة الجانب الأمريكي على الموضوع هذا دائما الأمريكان بيقولن في وقت معين وبيبنعون لنا السلاح زي حرب أكتوبر كده بالضبط ونتجحنا لجانب الروسي الأسماك الأسماك سوريا أسفل الأسماك النفقة تلوث النير وتحذيرات من كارثة صحية ده في البحيرة وكفر الشيخ ابحث عن الموضوع هتلاقي الموضوع الأحواض السماكية ومزارع السماكية هي اللي بتعمل كل المشاكل ديت للأسف ربنا أستر كاسة صحية دي فيه نسبة أمونيا كبيرة في المياه دي ممكن تأثر على تلوث المياه الخطورة في ديت مش في خطورة تلوث المياه خلاص نفقت وسعي بينها في المياه للأسف ما حدش انتشالها من بحيرة البورولوس وبعض البحيرات وفي المياه اللي موجودة يعني المزارع الببيعة ما تحركتش ما فيش أي وزارة تبعا تحركت بالأسف مش باين ان الاعداد كبيرة قوي حاجات عشرات أطنان من الأسماك النفقة حتى لو شالوها بيبقى لها تأثير واضح وحصل تعافن فيها بيبقى تأثير واضح على المياه فنتمنى ان يتم تقنين او ترشيد موضوع المزارع السماكية دوت لان هو السبب كل التوارس اللي احنا نعيشها في المياه والأسماك اللي تنفق عندنا الكاتب الصحف المتميز أست أحمد سامي متولي الصحف بجارة الأهرام مشكورة يا فندم على وجودك معنا النهاردة شكرا جزيلا ونهارك سعيد وخليني ننتقل معاكم الفاصل ونكمل معاكم وباقي فاكراتنا فخليكم معنا